بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم فهم المنطق زائد التعبير الشفوي أشاهد وأتحدث صفحة رقم 9 كما تعودنا سابقا في بداية الأسبوع لدينا أول حصة في اللغة العربية طبعا وهي فهم المنطق يوجد مجموعة من النصوص في دليل المعلم يقوم المعلم بقراءة النص التلميذ هنا يستمع جيدا ويركز أيضا بعد ذلك المعلم هنا يقوم بطرح الأسئلة طبعا أسئلة حول النص هنا الهدف من هذه الحصة وهو تنمية محارة السماء يوجد مجموعة من الفوائد لكن هنا الهدف وهو تنمية محارة السماء تعلم التعبير أيضا إذن أول نص للسنة الثالثة ابتدائي وهو حول مائدة الطعام نستمع أولا حول مائدة الطعام حان وقت العشاء كل أفراد العائلة جلسوا حول طاولة الطعام وبسرعة أفرغ وسيم في صحنه كمية كبيرة من الكسكس ثم مد يده لأخذ قطعة لحم كبيرة كانت أمام أخيه الأم ما هذا التصرف يا وسيم كل مما يليك فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وسيم أريد قطعة اللحم الكبيرة فأنا جوعان الأم لا تؤثر نفسك بأكبر قطعة وأحسنها فهذه أنانية الأب احترم آداب الأكل مع الجماعة يا بني واقنع بالجزء المخصص لك فقط ولا تبدأ الأكل قبل الآخرين حميد صحيح يا أبي لا بد أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه وأن يحترم آداب الأكل مع الجماعة حتى يحترمه الآخرون ويرضى عنه الله ورسوله إذن بعد قراءة النص نمر مباشرة إلى الأسئلة إذن بالنسبة للأسئلة هل مطالب التلميذ بالإجابة عن السؤال كما جاء في النص كلمة كلمة؟ لا هنا الجواب المهم يكون صحيح يكون المعنى صحيح نفهم هنا من خلال جواب التلميذ أن التلميذ صح كان يستمع لدينا السؤال الأول أين جلست العائلة؟ أين جلست العائلة؟ عندما أقول أين؟ يعني المكان نعم الجواب جلست العائلة حول مائدة الطعام جلست العائلة حول مائدة الطعام ومتى؟ متى؟ هنا أسأل عن الزمان في وقت الغداء أم في وقت العشاء؟ إذن في وقت العشاء حان وقت العشاء كل أفراد العائلة جلسوا حول طاولة الطعام السؤال الموالي ماذا فعل وسيم؟ ماذا فعل وسيم؟ عندما جلسوا أفرغ وسيم بسرعة أو أفرغ وسيم في صحنه كمية كبيرة من الكسكس وأيضا لدينا تلميذ آخر يجيب مد يده لأخذ قطعة لحم كبيرة كانت أمام أخيه إذن هذا ما فعله وسيم؟ هنا تصرف وسيم يدل على على ماذا يا ترى؟ هل يدل على اللباقة؟ الطيبة؟ الأنانية؟ أم الشراها؟ يدل على اللباقة؟ لا يدل على الطيبة؟ أيضا لا هنا مد يده لأخذ قطعة لحم كبيرة كانت أمام أخيه هنا لا يدل على الطيبة بل يدل على الأنانية نعم ويدل أيضا على الشراهة ما معنى هذا؟ هنا لدينا أفرغ وسيم في صحنه كمية كبيرة كمية كبيرة من الكسكس هنا يدل على الشراهة لدينا السؤال الموالي لامته أمه ماذا قالت له؟ الأم هنا لامت وسيم نعم ماذا قالت؟ قالت ما هذا التصرف يا وسيم؟ قل مما يليك أو تلميذ آخر يكمل أيضا الحديث يا غلام سمي الله وهكذا لدينا السؤال الآخر هنا الأب تدخل نعم بعد تصرف هذا تصرف وسيم مد يده أخذ ثم أفرغ وسيم في صحنه كمية كبيرة من الكسكس هنا الأم لامته والأب ماذا قال له؟ قال احترم أداب الأكل مع الجماعة يا بني احترم أداب الأكل مع الجماعة يا بني إذا أردنا أن نضيف قال أيضا واقنع بالجزء المخصص لك فقط تلميذ آخر أيضا يجيب مثلا قال له لا تبدأ الأكل قبل الآخرين يعني يكون جواب كما جاء في النص ويجيب التلميذ إجابة كاملة لا تلميذ الأول يقول قال له الأب احترم أداب الأكل مع الجماعة يا بني تلميذ آخر قال الأب اقنع بالجزء المخصص لك فقط وأيضا قال لا تبدأ الأكل قبل الآخرين إذا في الأخير لدينا السؤال الأخير نلاحظ أيضا أو كما سمعنا حميد أيضا تكلم هنا وتدخل في الموضوع قال حميد صحيح يا أبي لا بد أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه ما رأيك في كلام حميد هل توافق حميد أم لا هل كلام حميد مثلا صحيح هل يدل على حسن تربيته وأخلاقه تصرفه إذن هنا كلام حميد ماذا أقول كله صواب يعني صحيح وأوافق حميد إذن هذا بالنسبة للجزء الأول وهو فهم المنطوع نمر مباشرة إلى تعبيري الشفوي أشاهد وأتحدث صفحة رقم تسعة لدينا أشاهد وأتحدث هنا ماذا تلاحظ في الصورة الأشخاص لدينا الأم أولا أقول عائلة وسيم نعم مما تتكون الأم ولدينا الأب ولدينا وسيم وحميد أين هو وسيم يا ترى وسيم كما ذكرنا في النص مد يده لأخذ فتعة الكبيرة إذن هذا هو وسيم ولدينا حميد نعم هنا ماذا أقول أو ماذا تشاهد الجواب أشاهد عائلة وسيم حول مائدة الطعام الأم الأب وسيم حميد يضيف التلميذ أيضا ماذا تشاهد يظهر هنا وسيم كيف هو هنا يمد يده نعم ليأخذ قطعة لحم من جهة أخي حميد الأم تشير إلى حميد ستقول له طبعا الإجابة تكون بعد الاستماع إلى النص المنطوق هنا الأم قالت لي وسيم احترم أو عفوا قالت له ما هذا التصرف يا وسيم ويكمل التلميذ الحديث عن الصورة فقط مما جاء في النص يعني هل يضيف أشياء من عنده لا يعيد النص فقط الأم قالت ما هذا التصرف يا وسيم الأب قال احترم أهداب الأكل وهكذا إذن هذه أول حصة للسنة الثالثة ابتدائي في لغة العربية طبعا إن شاء الله ستكون الحصة الموالية وهي حصة التعبير الشفوي لدينا التعبير الشفوي هنا أنتجوا شفويا سنحاول مع بعض إنتاج فقرة أو نص قصير هنا لتلميذ السنة الثانية ثالثة عفوا ابتدائي ليتعلم التعبير الشفوي ولدينا أيضا استعملوا السياق هذه الحصة إن شاء الله ستكون يوم الخميس الحصة حصة التعبير الشفوي ستكون يوم الجمعة بالنسبة لمادة الرياضيات سنبدأ يوم السبت إن شاء الله باقي المواد نعم ستكون في أي خلال أيام الأسبوع يعني مثلا الأحد سنكمل حصة اللغة العربية الاثنين الرياضيات وهكذا فيما خص حل التمرين وأيضا لدينا التمرين نهاية الأسبوع وهكذا يعني سأرافقكم هذا العام إن شاء الله خطوة بخطوة إذن إلى هنا أنتهي دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى موسيقى